خلال زيارة الأخيرة إلى المرفقين مدرسة العليا للذكاء الاصطناعي والمدرسة العليا للريديات أزديت توجيهات من أجل الاعتناء بالمتعلم هي الطالب وبالتالي يجب أن نرافقه مرافقة فعالة من أجل الارتقاء بنسبة النجاح مثل ما قلت لكم في البداية نجاح أو الارتقاء بنسبة النجاح يعتبر أولوية لنا أولوية بداغوجية أولوية اجتماعية وأولوية اقتصادية كذلك هؤلاء الطالبة سواء كانوا في المدرسة تاني أو في المؤسسات الجامعة الأخرى سيصبحون بعض بضعة سنوات مسيرين منهم من يصبح إطار سامي في الدولة منهم من يصبح ماناجر من نوع جيد منهم من يصبح وزير إلى غير ذلك وبالتالي مرافقتهم من أجل تكوين جيد يعتبرون من مهامنا الرئيسية نسبة النجاح في المدرسة تاني 54% حوالي حسب المعطيات التي هي بحوزتي هي نسبة نجاح متوسطة سنحسنها إن شاء الله وسنلتقي في شهر جوان أو جوليا وسنبشركم بإذن الله بنتائج أقوى منها وهذا سيتحقق بالمرافقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر